بعد رحلة دامت شهرا كاملا ضمت عديد الفعاليات والنشاطات المعرفة بالتراث الثقافي كانت المحطة الأخيرة لهذا الموسم من خلال يوم دراسي أراده القائمون على القطاع بعنوان ألياث تسير وصون التراث الثقافي من خلال عدة محاضرات لقامات وشخصيات مهتمة بكل ما له علاقة بالتراث تسليط الضوء على تراث الثقافي على أليات صونه على الحماية القانونية له على نظام تشريع الكفيل بحماية تراثنا من الضياع من النهب والسرقة وأيضا كيفية تثمنه الأهمية في تنظيم هكذا ملتقيات وندوات دراسية من أجل تعميم المفاهيم العامة وتصحيح المفاهيم لدى المواطنين عامة تنوع لدى المسؤولين المعنيين وكل القطاعات المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي ومن هنا تسهيل المهمة وأيضا تفعيل التدابير التي مشأنها حماية التراث الثقافي التراث الثقافي الجزائري هو مشترك الإشكال أنه مشترك بين عدد من الدول دول شمال إفريقيا هناك عدة طلبات مقدمة بشأن تصنيف عدد من الممتلكات التي تعتبر تراث الثقافي من بينها يعني حتى بعض منها أثار بعض الإشكالات فيما بين الدول إذن الإجراءات من ناحية القانونية لحماية هويتنا كجزائريين لسيما بالنسبة للتراث الثقافي اللامادي هي أولا تقديم طلب تصنيف لمنظمة اليونسكو لإدراجها على لائحة التراث الثقافي الإنساني المشاركون استحسنوا المبادرة ويرون فيها سبيلا للتعريف بالتراث الثقافي للأجيال والمهتمين فجيجال تعتبر خزانا للتراث الثقافي بشقيه المادي واللا مادي وهذه المهمة هي مسؤولية الجميع قبل أن تكون حكرا على قطاع دون غيره محمة للمشاركة الجميع قبل أن تكون حكرا على قطاع دون غيره كبار قبل قبل استعمار على صح الثقافي لدينا حتى نحن لدينا υبقى على حالة منظمة اليونسكو للمشاركة واحدة من الفرنسات والحناية 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 عندما يصنع سمتدرون هذه المدينة نشوف الخصائص التي كانت فيها جامعة، كانت فيها سوك، كانت فيها منازل بوصل الدار كما يقولون وهذه الخصائص التي نتعلم المدن الكديمة المغاربية والتي تسمى كسبة هو التراث هوية الشعوب وانتمائها والجزائر تحاول بكل الطرق والأليات للحفاظ على الموروث الثقافي وتسن من أجل ذلك القوانين والتنظيمات كما تسلط أقسى العقوبات على المخالفين والعابثين به باعتباره إرث يتوارثه الأجيال عبر العصور